بموجب المرسوم رقم 32-08 الصادر بتاريخ 27 من أكتوبر للعام 2023 تم تعيين السيد بخيد عبد الرحمن حقار سلطانا لدرزغاوة بمركز إدارة إيريبا الريفي التابع لمحافظة إيريبا بولاية وادي فيرة وبهذه المناسبة وبعد مضي 24 ساعة فقد انكبت جموع المهنئين إلى مقر إقامة سلطان درزغاوة الجديد جلالة بخيد عبد الرحمن حقار كوادر وأبناء المنطقة المقيمين بالعاصمة أنجمنا وغيرهم من الرجال والنساء حملهم الواجب إلى تقديم أحر التهاني وتبركات إلى السلطان سائلين الله له التوفيق والسداد في هذه المهمة التي أوكلت إليه فضلا عن تضامنهم مع السلطة التقليدية اجتواع الكلمة ووحدة الصف والعمل على تنمية درزغاوة عبارات استرسلها المهنئون للسلطان الجديد الذي تحدث بالنيابة عن بعض من أعضاء الأسرة الذين عربوا عن جزيل شكرهم لكل الزوار ووقفهم الدائم مع سلطنة درزغاوة التاريخية المنبى أن السلطان الجديد قد خلف أخيه الراحل طاهر عبد الرحمن حقار الذي وافته المنية في الثالث عشر من أكتوبر الحالي